أهلا وسهلا بالسيدة المشاهدين الكرام ما زلنا في الرد على أسئلة حضراتكم اللي منتشرف باستقبالها على صفحتنا صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامر مع الدكتورة نادي عمارة كان فيه سؤال هو جلنا الحقيقة على الهوى وإحنا أجلناه لحلقة المسجل الخاصة به تسجيل الرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم عشان ياخد وقته لأنه طبعا وقت الهوى شوية بيكون يعني قصير فإسئلك بتقول كيف نفهم قول الحق تبارك وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء فأي عايزة تفهم يعني هو ده لي علاقة بأن احنا مثلا بنتعامل مع النصارى بنتعامل مع أهل الكتاب إيه المقصود؟ أنا عشان أفهم المقصود في فهم هذه الآية الكريمة لازم أتعامل مع القرآن الكريم أنه لما أجي أقرأه واستنبت الأحكام منه أقرأه كجملة واحدة كالجملة الواحدة مش بيقرأ القرآن الكريم قراءة يعني مبتترة ولا قراءة مكتزأة بقطع كده الآية من سياقاتها اللي قبل والبعد وكأني بقطع الآية كذلك أو الحكم في الآية من جملة السياق القرآني ده حيبقى مفهوش انضباط فيه الفهم كمان الشريعة الإسلامية هي كالجملة الواحدة لا ينقض بعضها بعض ودي مقدمة كان لابد أن نبتدي بيها الكلام عشان نقدر نفهم المقصود بالآية بخصوص هذه الآية الكريمة الورد السؤال عنها إن المولى سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين عشان نفهم الآية الكريمة دي فهم صحيح لابد إن إحنا نفهمه في ضوء معنيين مهمين أول معنى إنه معنى المولاه اللي هنا الممنوعة في الآية والمعنى التاني معنى التعايش اللي أباحته الشريعة الإسلامية وحست عليه طب يعني القرآن هيأمرنا بالشيء وضده طبعا شيء محال شيء محال لكن لما أقرأ القرآن الكريم وأكتزئ المعاني منه حشوف ده لكن لما أقرأ القرآن الكريم كالجملة الواحدة حشوف التناغم والتناسق بين المعاني القرآني حنرجع للمعنى الأول وهو معنى المولاه في الآية المولاه الممنوعة دي هنا إيه اللي هي المولاه في الدين المولاه في الاعتقاد محبة ورغبة فيما هم عليه يعني إنك بتقف معاهم ضد المسلمين ظلما وعدوانا وميل وبعد عن المؤمنين وترائق المؤمنين فلا شك إن في ده الصورة دي صورة ممنوعة لما يترتب عليها من أمور كثيرة بيبين ده وبيشرحه أكتر ما ورد في صورة المنتحن في صورة المنتحن يقول الله تعالى إنما ينهاكم الله ركز كده معانا في الآية الكريمة ويا صاحبة السؤال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم ظالمون يعني الآية هنا واضحة اللي بيقاتلك ووقف ضدك وبيستنصر بيجيب كمان ناس تقف ضدك وتروح أنت تقف معا ضد المسلمين في غير حق ده كلام أكيد المولاة دي ممنوعة يعني المولاة كمان في وقت الأزواءة الحروب وقت النزاعات وقت الزعزعة مما يؤكد يعني مما يؤكد على هذا الفهم ما أوردته كتب التفسير في سبب نزول هذه الآية إن الآية دي نزلت فيه رجلي قال أحدهما لصاحبه بعد واقعة أحد كانت زلزلت بقى المسلمين وانحصل فيها يعني موقف كبير تعرض له المسلمين فطبعا قال لك إحنا لازم بقى كل واحد مننا يسند نفسه مع حد قوي فواحد منهم قال للتاني إيه أما أنا فإني ذاهب أولى ذلك اليهودي فأواليه وأتهود معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث لأن اللي حصل في أحد زلزل بعض النفوس الضعيفة وقال الرجل الآخر هكذا ورد في سبب النزول وأما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فأواليه وأتنصر معه فأنزل الله تعالى الآية الكريمة فهي جاية هنا المولاة والنصرة فإنك تظهر موافقتك على هذه الأمور أو تظهر موافقة على ما هم عليه من أمور معينة هي متعارضة معك لكن أنت بتتعايش معهم ده أمر تاني وهم يتعبدوا وتعيد عليهم وتتعامل معاهم وحدث ده وكان وارد في الزمن النبو الشريف يعني غير ده من المعاملات الإنسانية الطيبة لا يعد من المولاة الممنوعة بل ده من البر والإحسان اللي حس عليه الشرع الشريف عشان كده برضو في نفس الصورة يقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين فجاب لك المعنيين إنه أنت النهاردة دول بتوليهم ناس قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم وجابوا كمان ناس يعني تكالبوا عليكم وتروح تقف معهم ضد المسلمين الأمر هنا واضح لكن لا ينهان الله عن ود ما نعاش معنا في سلم وأمن وأمان إن أنا أوده وأبره وإن أنا أعيد علي فعيد وإن أنا نتواد ونتراحم ونتزور وكل شيء ده معنا وده معنا ده معنا في وقت قتال وحروب وفي وقت في زعزعة في حرب في عدم سلم وهناك وقت آخر وقت السلم لم يقاتلون ولم يخرجون من ديارنا ولم يسرقوا أرضنا ولم ينهبوا أموالنا وقت السلم وإحنا متعاشين بمودة ورحمة لم ينهان الشرع الشريف بل أكد على أن نقدم معاني البر والرحمة والود وأنها تكون هي الأساس في هذا التعامل للإنسان وورد في سبب يعني نزول هذه الآية الكريمة اللي هي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين يعني يحب أهل العدل والإحسان طالما الناس بتودنا والناس كويسة معنا إحنا كمان كويسين معهم فيبقى أنا أفهم الآية دي في الصياق هذا المعنى العام في القرآن إنه الود ده مطلوب مع من لم يقاتلنا ومن لم يسئ إلينا إنه أم السبب النزول اللي قيل فيه هذا إن أم السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق جاءت المدينة زائرة ابنتها أسماء وهي في الوقت ده أم ستين أسماء كانت لسه مشركة كانت في المدة اللي هي في المهادنة اللي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش بعد صلح الحديبية وهي المدة اللي نزلت فيها هذه السورة سورة الممتحنة فسألت ستنا أسماء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي عارفة إن أمها ما زالت على الشرك وهي مؤمنة فرحت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أقصل أمي قال نعم صلي أمك وبناء على ما قدمنا فإن معنى المولاة في الآية هو مكان على الوجه الممنوع كما سبق بيانه لا على جهة التعايش اللي حس عليها الشرع الشريف يا صاحبة السؤال سألت